من صاحبتنا بتاعت كرنيجي إلى هذا الأديب الأديب اللي أسميه مش عارف أسمي إيه وأنا أليته على نفسي قال لا يعني أتطاول على أحد هم يستحقوا لكنني لا أستحق أن ألوث لساني بهؤلاء على الأسوان على الأسوان سبحان الله سبحان الله على الأسوان اللي كتب رواية اسمها كأن أنا قلتها جمهورية كأن أديب والله أنا أنا ما قدرتش أقرأ منها صفحة كاملة أنا شخصيا ما قدرتش وقلت لناس أتحدى وساعتها أنا حصل لحالة هبل وقلت هحط صفحتين على فيسبوك لناس تقراهم عشان يعرفوا أن أنا مش بقول يعني كلام من دماغي قلت هذا الرجل وضيع حقير قليل الأدب أنه أسلوبه أسلوب رخيص وأتحدى أن يكون بناته ومراته أروا الكلام ده لأنه كلام حقير جدا طلع هو عادي يعني عنده عادي ده قصة مقدرة حطيت صفحتين على فيسبوك السنة اللي فاتت والله ساعتين وقلت الناس عيب ما يصحش انت راجل محترم عيب تحط الكلام ده على صفحيتك ما يصحش الناس استائت حصلها زهول من الكلام اللي كاتبه على الأسواني اللي بيقدم نفسه كأديب بحثا عن نوبل للسلام نوبل للأدب راح أقف أمريكا خارج جنسية أو غيره وبدأ دلوقتي بيكتب في الدوتش فيلا كاتب مقالين الأسبوع اللي فاته الأسبوع ده واحد بعنوان محمد مرسي كما رأيته واحد بيقول على محمد مرسي أنه رجل متواضع الفكر محدود الثقافة لدرجة أنه كان كل ما يقوله لا يخرج من عبارات محفوظة فالتصلح في خطبة جمعة لكنها أقل بكثير من مستوى المنقشات الجدة وكنت بشهادة يوسري فود هو على الأسواني بيقول كان مع يوسري فودا في فرنامج معرفش في قناة إيه وجامل محمد مرسي واكتشف هو بيقول أنه راجل ضعيف جدا وراجل أهبل ما عندوش حاجة يعني الله يرحم الجميع مع در حمد مرسي ربنا يديله ما يستحق بيقول بعد لقاء بمرسي تسألت كيف يختار الإخوان رجل المتواضع للإمكانات مثله لرئاسة أول حزب سياسي لهم ثم أكد لي بعض القريبين من الإخوان أن مرسي تم اختياره لأنه الرجل المطيع لخيرة شاطر الذي فضل أن يحكم الحزب من خلف السطار دمين ده على الأسواني بيكلم على محمد مرسي أنه راجل متواضع ضعيف ما لوش لازمة إلخ إلخ في المقالة التاني محمد مرسي كما رأيته ورده تاني أسبوع في الدوتش فيلا بيقول إيه لم ننسى بالطبع خيانة الإخوان للثورة وتواطؤهم مع المجلس العسكري مقابل ثوابت توليهم السلطة بمباركة العسكريين بيقول تاني في فورمونت أنا عملت كذا وكذا ومحمد مرسي رحنا له الأسر والد المياه مقطوعة وأنا مش لاقيه ما يتوضى والحكاة ماسك محمد مرسي بس أنا بفكرك يا علاء يا علاء يا علاء بفكرك بصورتك بوقفتك بإعلاقتك بإشتك بيمتحك بتصفيقك لمحمد مرسي جبوا لي صورة على الشباب وهم مع بعض آهو يا سلام يا سلام على دحكة علاء الأسوان هوقف محمد مرسي وكل كلاهما بينظر للآخر ناقص بس يبوسوا من بوق ايه يا بيحبوا ويكاتب كلام فين الشجاعة بتاعتك ايا مرسي ليه ما طلعتش قلت ان مرسي انت راجل ضعيف وراجل كذا وكذا وكذا بعد ما مات تطلع تقول عليه انه ضعيف وانه كذا وانه كذا وانه كذا وانه كذا قال عليه انه مندوب مكتب الرشاد في الرئاسة مندوب المؤطم في الاتحادية هو على الأسوان قال كده الشجاعة ظهرت بعد ما مات وانا بسأل بقولك يا علاء اختشي ويا علاء بفكرك ان انت اديب وضيع انت مش اديب للأسف شديد ادبك ادب وهم ادب بيسموه ادب ايه ادب عفريتي بيحاول ليك سبيه لعب بيه بيبحث عن الشباك والتزاكر وغيره اكتب اكتب ما شؤت وخد جايزة نوبل لكنك لن تحظى باحترام الناس في مصر لن تحظى باحترام المصريين الحقيقيين لانك منافق متعدد الاوجه على الأسوان اللي بيكتب مقالات في البيتش فيلا بيشتب في مصر النهاردة قلب على محمد مرسي وانا بقول له خطك العام بيصب في مصلحة الاخوان وخطك العام بيصب في مصلحة علاء الأسوان هجومك على مصر ابدا ابدا مش هيخلي مواطن مصر يحترمك هجومك على مصر ممكن يسعد بيك لنوبل ممكن يسعد بيك في امريكا تاخد الجنسية ممكن يديك شوية فلوس في الكتاب بتاع جمهورية كأن اللي طبعته في بيروت وخافت ويزعه في مصر وانا بقول للناس المثقفين واللي بيحبوا يقرؤ وروحوا يقرؤوا كتاب علي الأسوان الجمهورية كأن وكلموني لو هذا أدب قلوا لي دا اسمه قلة أدب علي الأسوان قلة أدب علي الأسوان تستحق الرثاء منا والله متواضع فكرا وأدبا ورواية فقط لأنه فيه مثل في الأراضي الفلسطينية بقولك من قلة الرجالة سموا اديك أبو حسن ما احنا من قلة الأدباء قالوا علي الأسوان قديم احنا عايزين صناعة نخبة جديدة من الأدباء والشعراء والفنانين والملحنين والموسيقيين احنا محتاجين نبني بلد البلد اللي فيها 100 مليون تفرز ويفرز منها نجوم عشان تختفي مثل هذه الأشكال بضلة اللي زي على الأسوان وغير 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 معلش عاد علاء الأسوان أدبه للأسف الشديد بيعكس احتراء في مستوى التقافة والأدب بيعكس فترة تكلس فترة ضعف لكن معلش إفرازات إفرازات صددية لفترة ضعف المجتمع هذا الأديب أديب المؤخرات وأديب هذه الاهتراءات الأخلاقية بقول له معلش احنا عندنا ان شاء الله بإذن الله بإذن الله الفترة القادمة هيكون عندنا ناس مؤدبين بجد والأدب عايز مساحة من الخيال ومساحة الخيال لازم يقرأ الواقع الأول عشان ينطلق من الواقع في عوالم أخرى من الخيال اللي ما عندوش خيال إن شاء الله ما عندوش حاجة وعلى الأسواني سقط على الأسواني وأنا بقول تاني مات على الأسواني في ضمير الأمة كأديب غير مؤدب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة